خلينا نروح لأحد الأخبار الخاصة لبرنامجنا رقم عشرة هو إيقاف الكابتن حسام حسن أربع مباريات في حال عدم سداد النادي المصري تكلفة إصلاح شاشة الفار ده العنوان بتاع الخبر في مقتن الخبر بقى أن لجنة المسابقات قدت مهلة لإتحاد الكرة وطبعا لجنة المسابقات ورابطة الأندية قدت مهلة لكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري أسبوعين عشان يسدد غرامة المئة ألف جنيه احنا قلنا أن فيه غرامتين مئة ألف جنيه هيتحملهم كابتن حسام حسن وتكلفة إصلاح سواء بقى الشاشة بتاعة الفار أو الجهازة نفسه كله ده حيتوقف على التقرير الصادر عن اللجنة الفنية اللي حتطلع تقرير بأعطال اللي حصلت في الفار في حال عدم السداد حيتم إيقافه أربع مباريات وحتم مضاعفة العقوبة في حال تكراره طبعا ما تنتظر لجنة المسابقات بتحاد الكرة التقرير زي ما قلنا الشركة الأسبانية وهي الشركة دي هي المسؤولة عن تقنيات الفار علشان تحدد التكلفة بتاعة شاشة الفار اللي حتصل تقريبا يعني الأقوال بتقول من 2000 ل3000 أورو يعني هم نتكلم تقريبا 80 ألف جنيه مصري ترجمة نانسي قنقر